اخواني الكرام جامعة ولاية وادي سوف هناك جامعة في وادي سوف وصلتنا فضائح تحدث في هذه الجامعة وتحدثنا من قبل على فضائح جامعة قسنطين والتي أدت إلى سقوط طرد مدير الجامعة فهو لكن ما زال عميد كلية الإعلام يمارس مهامه على حسب ما يصلني وإن كان حاول أن يظهر بوجه حسن ولكن للأسف الشديد البلاوي اللي تحدثنا عليها والقضايا اللي تكلمنا عليها وما خفي أعظم ما كلها ما اهتموا بها المهم طردوا رأس وخلوا هذا الرأس إلى إشعار آخر ولكن ما يعني أني نسيتك يا كنازة حكاية تونس راح نرجع لها نرجع لها وهك على بالك وشكاية ولكن لكل حديث حديث نذهب إلى جامعة وادي سوف هذه الجامعة راهي أصبحت جامعة ماليئة بالفضائح وبداية ما سأريد هو كلام وصل من مصادر موثوقة وأمر آخر الأسماء التي سيتم إرادها في هذا الفيديو عندها حق الرد ترسلني من خلال الواتساب من خلال الإيميل أي واحد عنده توضيح معين من حق أن يرسل لنا وأن يرد وأن يعلق لكن الذي أطالب به هي أن وزارة التعليم العالي ترسل لجنة التحقيق لأن القضية تتعلق بمستقبل ناس بممارسات غير أخلاقية بفساد وأشياء من هذا القبيل يجب أن يتم إرسال لجنة التحقيق سريعا قبل إعلان نتائج التي فيها التلعب المهم إخواني الكرام كلية خليني نبدأ نعملكم واحد الشيء هذه بعض المادة التي وصلتني المهم إخواني الكرام حبيت نقرأ لكم وهذه بعض الصور للمادة التي وصلتني خليها هكذا صغيرة ونقرأها لكم بإذن الله مدير جامعة الوادي اسمه البروفيسور عمر فرحاتي وراه يظهر في بداية هذا الفيديو هذه هي صورته ظهرت بعض الصور الأخرى تتعلق بهذا الامتحان امتحان إجراء مسابقة توظيف الأساتذة بجامعة الوادي خليني نوقف هذا الفيديو ونحكي لكم هذه الإجراء باشرت فيه الجامعة يوم 23 أبريل 2024 جامعة الشهيد حمال أخضر حيث قامت بإجراء مسابقة التوظيف الخاصة بالأساتذة الجامعيين وبالتنصيق مع المديرية الفرعية للمستخدمين وبلغ العدد الإجمالي للمترشحين للمترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة بجامعة الوادي ألفين ومياء وثنين وخمسين نعم هاي أمامكم المنشور مترشحا موزعين على ثلاثة مراكز لإجراء المسابقة بعدد المناصب 43 ل13 تخصص وبلغ عدد المترشحين في تخصص الهندس الكهربائية ب209 مترشحا وتخصص هندس الترائق ب94 مترشحا إلى آخر ذلك ما ورد في هذا المنشور الذي نشرته جامعة الشهيد حمال أخضر بالوادي ثم تم نشر بعض الصور هاي أمامكم لهذه المسابقة المهم الملاحظ يا إخوان أن هذه المسابقة الإعلان أراكم شفته أكثر من ألفين مترشح لأقل من خمسين منصب ولكن الإشكالية فيه الإشكالية حسب مصادرنا من داخل الجامعة نعم من داخل الجامعة ومقربة من بعض الدوائر وأكثرها دوائر أمنية تراقب ما يجري في جامعة الودي تقول أنه الآن راهي الأسماء هذا من الناس اللي خرجوا تم نجاحهم يعني تقريبا مسبقا بل أنه يجري تداول أسماء الناس اللي راح ينجحوا الإداريين الذين كي ينإداريين تخرجوا سنة 2023-2024 وسيوظفون في مسابقة ورح يجري توظيفهم قبل إعلان المسابقة من هم؟ شوقي مدلل آمين عام جامعة الودي ورح مرت صورته في هذا الفيديو اللي تشاهدون آمين عام تحصل على شهادة الدكتورة في حصول على شهادة الدكتورة في الحقوق في جوليا 2023 وخرجت له تهاني هنؤوه وكذا وكذا وراهي مرت بعض الصور في هذا الأمر الإشكالية أيضا أنه هناك أسماء الآن راهي مرشحة للنجاح تحصلت على شهادة الدكتورة من تونس في عام 2023 بشراء بدفع الأموال وهذا خطير للغاية هذا الشخص شوقي مدلل منصبه في المسابقة في كلية الحقوق العلوم السياسية تخصص القانون العام هذا تم إعلان مسبقا أنه سينجح رقم الثنين قيس عبنم المدير الفرعي للمستخدمين لجامعة الوادي منصبه نفس منصب الأمين العام من القانون العام لأنهم فتحوا فيه خمس مناصب دكتورة من تونس 2023 تحصل على الدكتورة من تونس 2023 أيضا هشام ميسا هشام ميسا آمين عام مكلف بالمالية بكلية العلوم الإسلامية وعده مدير الجامعة بقوله ناقش الدكتورة في وقت قياسي وسأوظفه هذا المدير لنقه يعني وعده قبل حتى ما يناقش شهادة الدكتورة منصبه الذي سيوظف في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية تخصص علوم الإعلام والاتصال هذا يعني تم تعيينه مسبقا والمدير العام منع مدير الجامعة ما وعده بأن سيكون قبل نقش الدكتورة وسأوظف معناها رح يمر شكليا على هذا الامتحا أيضا رابعا فارس بلباسي نعم فارس بلباسي أمين ولائي للتجمع الوطني الديمقراطي اشترى دكتورة من تونس في 2024 سيوظف في هذه المسابقة في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية في تخصص العلوم المالية والمحاسبة للتوضيح أنا عندما أقرأ عندما أقرأ هذه المعلومات أنا هذه نقرأ لكم ما وصلن وفارس بلباسي إذا عنده توضيح يرسلنا توضيح هذا ما ورد في التقرير الذي وصلنا حول هذه القضية وطبعا رأي كين صورته عندنا والتهاني بل أنه حتى في صورة حسابه على الفيسبوك يضع صورته مع مدير الجامعة أيضا التقرير الذي وصلنا يقول الذي وصلنا يقول هذه يعني فيه صورة تجمع الأمين العام مدلل شوقي مدير فرعي المستخدمين قيس عبنة أمين عام كلية الشريعة هشام ميسا إداريين اشتروا هكذا يقول التقرير يتهمهم بأنهم اشتروا دكتورات تونسية ويوظفون قبل دكاترة صرفت عليهم الجزائر الملايين نعم نعم هذا ما يقوله التقرير الذي وصلنا والذي أعد من داخل الجامعة وأيضا أشارت بعض المصادر الأمنية إلى هذه المعلومات نحن هنا دورنا كإعلامي نمرر هذه المعلومات التي وصلتنا وربما غدوة رهما حسب المعلومات أنه هناك من يستعجل نشر النتائج ثم يقول هذا التقرير الذي وصلنا الآن كلية العلوم الإسلامية المفروض تكون قدوة هي رأس الفساد والظلم في مصابقات التوظيف بسبب سيطرة جهتين على الكلية شوف يعني هذه كلية الشريعة الإسلامية هذا التقرير وشيقول الطريقة الصوفية التجانية وتنظيم الإخوان المسلمين متمثل في حركة حمص يعني زوايا وحزب حمص هذهم هم الكلية معناها حتى التوظيف يمر عبر هذين الطرفين هذه المسبقة سيوظف الآتي وذكروا مسبقا أسماء الذين سيتم توظيفهم إبراهيم خالد وصيف بطلب من الزاوية التجانية يعني هذا الشخص تم تزكيته من الزاوية التجانية لدرجة يوم المقابلة مع المترشحين جماعة الزاوية عقد اجتماع مع مدير الجامعة أيضا ذكروا مصطفى حنانشا مرشح تنظيم الإخوان وعده مدير الجامعة في جلسة وفيه تسجيل كلامه قال له بالحرف الواحد دكتور المسابقة القادمة راكم عانا الشريعة فيها منصبين لكن يوجد صراع بين هذين وثالث عضو مجلس ولائب الوائدي وابن مفتي سابق تدخل عن طريق أماين عام حزب التجمع الوطني وجماعة الوالي هو أحمد لمبارك عباسي ثم يشير هذا التقرير الذي بين أيدينا على نموذج الفساد الأخلاقي الموجود في الجامعة وهو كثير وتم ذكر عمار غريسة عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية يتواصل مع طالبة ومتزوجة ويقول لها في المحادثة بالفرح الحرف الذي يعجبني فيك لون عيونك الطالبة تخرجت السنة الماضية 2023 وععدها بالنجاح في مسابقة الدخول لدراسة الدكتورة القادمة وقد سبقه رئيس قسم في كلية العلوم الإسلامية مع سكرتيرته التي بقدرة قادر نجحت ماستر ونجحت لدراسة الدكتورة وناقشت والآن مترشحة لمسابقة التوظيف تشهد زاملتها أنه يوم المسابقة لدراسة الدكتورة جاءها سؤال المسابقة مكتوب ونجحت معه أنها ذات مستوى محدود علميا نوضح ما نريده هو من تقرير أعدة من داخل الجامعة ومعلومات وصلتنا من مصادر بينها الأمنية وأي واحد يتم ذكر اسمه عنده الحق أنه يتواصل معنا ويرسلنا توضيحه سنمرره في حلقة خاص عندك حق الرد مكفول لقانون هذا هو بشر وضع أيضا عميد كلية العلوم قد نجح هذا أيضا عميد كلية العلوم الاجتماعية نجح شقيقه في مسابقة التوظيف قبل سنتين مع أنه تخرج قبل المسابقة بشهرين وكان عضو لجنة مقابلة رفض التوقيع على المحاضر إلا إذا نجح أخوه كان عضو لجنة مقابلة رفض التوقيع على المحاضر إلا إذا نجح أخوه من أمه واسمه نبيل سوالح مرشحي الشريعة مصطفى حنانشة وأحمد مبارك عباسي كلاهما دكاترة شريعة وللأسف قل هنا التقرير يدخنان الدقان وأمام الناس جهارا نهارا وما إلى ذلك هذه الأمور لا تعنينا أيضا هناك نبيل سوالح أخ عمار غريسة عميد كلية العلم اجتماعي سالف الذكر من الأم تخرج دكتورا أفريل 2021 وظفه غريسة في مسابقة جوان 2021 بعد تخرجه بثلاثة أشهر في حين تم إقساء دكاترة تخرجوا منذ عشر سنين وأكثر أيضا زيارة كذا المهم أيضا تم ذكر المكي دراجي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الوادي يرافع من أجل توظيف شقيقي وليد دراجي دكتورا أيضا تخرج من تونس وتشير المعلومات على أنه ضمن يشك وعليه علامات شبهات أنه تم الحصول على شهادة الدكتورا من تونس على طريق المال في تخرج 2023 منصب منتظره في كلية الاقتصاد والعلوم التجارية هذا يريد عميد كلية العلوم والحقوق والحقوق والعلوم السياسية هو عضو هيئة وطنية للشفافية ومحاربة الفساد ومشرف على ملتقيات الشفافية ويريد توظيف شقيق وبالمعرفة تخرج من تونس وليد دراجي تخرج من تونس في 2023 وما إلى ذلك من هذه الأمور التي نشير إليها نجدد توظيح للمعنيين أنه أي واحد ذكرناه لديه حق الرد لديه حق الرد يرسلنا رسالة توضيح ما هو مستعدين أنه نمر الرسالة لكن المهم هي ننتظر إعلان النتاج ننتظر إعلان النتاج إذا تأكدت هذه الأسماء فمعناها أن المعلومات التي أوردناها رأي صحيح أنا ما حبيت أخوض في ملفات أخرى تتعلق بالممارسات الأخلاقية وابتزاز الطالبات والأستاذات وأشياء أشياء كثيرة أنا ما حبيت أخوض في هذه المواضيع لكن المهم أنني من هذا المنبر أطالب وزارة التعليم العالي ووالي ولاية الواتي التحقيق في هذا الملف وهذه المصابقة الشكلية التي تقصي أساتذة قدماء ودكاترة عندهم سنين وهم دكاترة ويتم توظيف أخرين جدد كي يتخرج في 2024 نقش الدكتوران تاعه ورح يصبح مباشرة في التوظيف في حين عندهم لتحصلوا على الدكتوران منذ عشر سنوات ولا يوجد أي توظيف له هذا ما يجري في جامعاتنا وأعتقد بأنه ما يجري في جامعة الوادي راه حكينا مثله في جامعة قسنطينة وصلتنا ملفات أيضا فيما يخص جامعة بسة جامعة وهران جامعة عنابة جامعة بسكرة جامعة باتنة يا جماعة والله لو أخصص يوميا حديث للجامعات ما كفانا هذا المقام رح نوليه نخليه أوجاع جامعية وهو عنوان عمود كنت أكتبه أيام زمان في مطلع التسعينات في أحد الصحف كل يوم أحكي على قضية جامعية فسميت أنا ذاك عمود يومي أسبوعي في صحيفة أسبوعية سميت أنا ذاك أوجاع جامعية يبدو أننا سنعود إلى هذا الملف مع هذه الكوارث التي تحدث في جزائر تبون الجديدة منذ منذ أيام قليلة في أول مال تبون رافع إلى أنه وعد وحقق وأنجز وبنى دولة بعيدة عن مافيا الفساد وما إلى ذلك ولكن الواقع غير ذلك بكثير وها هي أمامكم فضيحة كبرى يعني على مستوى عيب يكون جامعة في هذه البلاوي عيب جامعة تخرجلنا دكاترة وتخرجلنا إطارات بمختلف الشهادات الشهادات تمنح بالأموال وتشترى النقاط بالأموال وتبتز الفتيات في عرضهن من أجل النجاح ومن أجل الشهادة ومن أجل التوظيف ويتم احتقار الموظفات البسيطات ويتم احتقار ومعاملة السيئة لمساكنك وحراس الأمن وكلي يخدموا في بوست بوليس يعني وحد الممارسات غير لائقة لذلك هنا من هذا المقام أناشد ما أناشد أطالب أطالب وزير وزير التعليم العالي شخصيا التدخل للتحقيق فيما يجري وسيجد بأن القوائم أعدت سلفا يعني جيبوا الناس أكثر من ألفين واحد يعدوا انتحانات ومسابقة كي يتوظف وإنت أعديت المسابقة النتائج انتاحها مسبقا وكل واحد واحد موظف خوه واحد موظف أخته واحد موظف صديقه واحد موظف صديقته وما إلى ذلك من هذه الأمور تبقي هذه تنتظر من هذه الدولة تتطور إذا كان الجامعات انتاحة بهذا الشكل واعتقد بأن القادمة أسوأ إذا لم تتحمل الجهات المسؤولة مسؤوليتها يجب التحقيق في كل الجامعات يعني ما زلنا في القرن هذا قرن الإعلام وقرن كذا الناس ما زالت عايشة حتى نأتي ونتحدث على الفضائح هذه بيش تدخلوا يعني كانت ممارسات غريبة وعجيبة في جامعة قسنطينة لولا أننا قضينا أشهر ونحن نتحدث في هذا الموضوع راحوا عملية طردوا المدير فقط والأخرين خلوه رغم أن الظلم الكبير بدأ من كنازة هذا بروفيسار لهو عميد كلية الإعلام ما خلوه لأنه زوجته عندها معارف كبيرة في الأجهزة الأمنية وهو يقول راني محمي من طرف جبار وغيره وللأسف الشديد ما زال يمارس مهامه بصفة عادية رغم أن نحاول أن يغير سلوكياته لتفادي أي ضغط إعلامي وما إلى ذلك إذن يجب التحقيق فيما يجري في جامعة الوادي ستجدون البلاوي فيها قضايا تصل إلى ضرورة التحقيق الجنائي ورح نعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى وفضائح أخرى وهذا المنبر متاح لمدير الجامعة نفسه إن أراد الرد أو التوضيح وأعتقد أنه دائما يتفادون هذه الأمور خلوا صورة الجامعة تتشوى لأنهم إذا عاندوا سنكشف أكثر المستور وهذا الذي سطرونه رأي العين وضع كلا لا شكرا لكم